هذا ويواصل مجلس النواب باستقبال الأعضاء لتوقيع على نماذج تسكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 لليوم الثالث على التوالي وقد أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تسكية للمرشحين والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيل للنص الدستورية الذي يقضي بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا من أعضاء مجلس النواب بننفذ استحقاط الدستوري اللي هو بالنسبة للترشح لرئاسة الجمهورية بيبقى طبعا المشارع الدستوري حطها شروط معينة يمكن من أهمها أن المرشح يزكى من عشرين نائب على الأقل المجلس النواب أو من خمسة وعشرين تأييد من خمسة وعشرين ألف مواطن من يكلم على خمسة وعشرين محافظة بواقع ألف من كل محافظة ده التأييد فطبعا نحن النهاردة بممارس هذا الحق الدستوري في زخم في المجلس المؤكر عدد من السادة النواب من مختلف الأحزاب جاءوا للتوقيع على استمارات تفويد مرشحين المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية الفترة القادمة الحقيقة منصب كبير بيرتل مسئولية كبيرة جدا وأثر كبير جدا على بلادنا في حضرها وفي مستقبلها يمكن أنا منتمي لحزب مستقبل الوطن متشرف بهذه الصفة الحزبية والحزب قد أعلن منذ فترة دعمه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة بدأنا للإستحقاق الدستوري النهاردة وقدنا تلات أيام بنعد ليه من خلال عمل توكلات تأييد لفخامة السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإحنا كلنا بندعمه وأنا من ضمن اللي بيمثله حزب مستقبل الوطن في محافظة المينيا فكل الحمد لله الأحزاب عملت مشاركات سياسية وعملنا أكثر من اللقاء منها في الصهاج ومنها في القاهرة كلنا لتأييد معالي فخامة السادة الزعيم عبد الفتاح السيسي إحنا جايين النهاردة بنعمل تفوضات للمرشحين للانتخابات الرئاسية بنقول إن ده دورنا وده حق مصر وحق بلدنا علينا إحنا نأمل إن إحنا نوصل الصورة بإن روح تلاتين ستة ما زالت موجودة إحنا عايزين نقول للقاس والداني إن مصر واقف على رجليها مصر قادرة إنها تعمل مصر اللي عملت المعجزات في العصور اللي فاتت إن شاء الله عندها معجزات جديدة من بنية تحتية من طرق من مشاريع ومن نهضة وبإذن الله إيدينا مع إيدي قيادتنا حنوصل لبر الأمان